السلام عليكم طلاب ورحمة الله وبركاته نكمل وياكم محاضرات الفصل الثالث اليوم راح نشرح الشرحيات ما للقسم الثاني من الفصل واني كنت منتظم وياكم من بداية الفصل فكانت ببداية شرحيات محاضرتين وبعدين دائرة المقاومة الصرف شرحناها هي ومسائلها والمحث الصرف هو مسائلة والمتسع الصرف هي ومسائلها لما نجينا الدائرة اللي بيها توالي يعني العناصر ثلاثتهم على التوالي انفردنا بالمسائل فقط تمام؟ خلصنا التوالي خلصنا رنين التوالي خلصنا التوازي اليوم إن شاء الله من هاي الدائرة يعني من نصف الفصل للنهاية هو باقينا شرحيات اليوم راح نشرح إن شاء الله كلها فما أعرف اذا المحاضرة هيتكفي اذا ما تكفي سأوا محاضرة لغ زين هاي شغلة شغلة لغ انه راح نشرح الشرحيات التي تبقى من الفصل الثالث على المراجعة لمركزة هاي هي المراجعة المركزة مراجعة الفيزياء من الألف للياء فراح ننزلها لكم بالقناة فحتى مصر لأنه هناك شوية أخطاء مطبعية بالملزمة يعني ها أكو أخطاء واحدة اثنين اثنين اثناثة شنا نعدلها للطلاب أثناء المحاضرات الخصوصي لكن انتم ما موجودين هنا حتى نعدلها فش نسوي نقرأ المركزة أحسن لأنها خلاص هي الخلاصة بيها وراح ننزلها لكم تقرون عليها بعد مشاهدة الفيديو يتم مشاهدة الفيديو مرة ثم تنزيل الملزمة وقراءتها ثم مشاهدة الفيديو مرة أخرى لأن كل شيء مهم احنا كل شيء مهم موجود بهاي الملزمة نبدي بسم الله دائرة المتوالية الربط والعنوان ما للدائرة كان اسمه دائرة تيار متناوب متوالية الربط تحتوي مقاومة صرف ومحث صرف ومتسعة ذات سعة صرف وانا ما كاتبه هنا رأسا جاي على المفيد وكانت لها خواص حثية وسعوية وخواص مقاومة اللي هي الرنين ما هي الخواص الحثية لدائرة RLC متوالية الربط سؤال استنتاجي هذا تسلسل 53 بالمراجعة المركزة ما هي الخواص الحثية لدائرة RLC متوالية الربط سهلة جدا وتحفظ كما هي كل شيء مهمة الخواص الحثية طلاب إذا كانت الفولتية عبر المحث أكبر من الفولتية عبر السعة شوفوا للرسم الرسم مهنام هندس ومحسوب حساب إذا كانت الفولتية عبر المحث أكبر من الفولتية عبر السعة أو كانت رادة الحث بالرسم الثاني أكبر من رادة السعة فللدائرة خواص حثية شنو هي الخواص الحثية زاوية فرق الطور موجبة وتقع في الربع الأول متجه الطور للفولتية الكلية يتقدم على متجه الطور للتيار الكل بزاوية فرق الطور لحد يقول تسعين شوية أكبر من صفر باعوها وأقل من تسعين يعني هذا المتجه هو مهنة حتى نقول تسعين إذن هي شوية أكبر من صفر وأقل من تسعين وإذا قلتوا بزاوية فرق طور فاي وبس بعد أحسن لأن خاف تخطونه بهاي يلا بسرعة ما هي الخواص السعوية لدائرة RLC متوالية الربط إذا كانت فولتية المحث أظهر من فولتية السعة إذا كانت فولتية السعة أكبر من فولتية الحث أو رادة السعة أكبر من رادة الحث عادي أنا حاجيها على نفس النمط ملهاية مقايل VL أكبر من VC هنا قلت VL أصغر من VC تمام أو كانت الرادة الحثية أصغر من الرادة السعوية فللدائرة المفروض هنا فللدائرة خواص سعوية شنو هي الخواص السعوية عكس الخواص الحثية زاوية فرق الطور سالبة وتقع في الربع الرابع متجهة طور للفولتية الكلية يتأخر عن متجهة طور للتيار الكلي علما أن متجهة طور للتيار الكلي هو هذا كذلك بنفس الزاوية يعني متجهة طور للفولتية الكلية يتأخر عن متجهة طور للتيار الكلي بزاوية فرق طور مقدار وهافاي هم شوي أكبر من صفر وأقل من 90 زين ما المقصود بالممانعة الكلية سؤال مهم جدا وأنا أرشح لهاي سنة لأنه موجود بالكتاب وبعد ما جاي هذا التعريف تعريفها حتيه نضبط ويظل ببالكم هو تعريفها سهل الممانعة الكلية نحن لما نرسم الرادة الحثية والرادة السعوية مثلاً رح أرسم وهي R حرسم للخواصق الحثية وهي X اللي هي المتبقي XL ناقص XC هذا الشبير هذا الصغير يبقى باقي X ينقل هذا X هنا خلال المسائل إذا كنتم تشوفوها وهي هي Z أنا حتى معرفها لما نشرحت وهي هي FI Z شوفوا طلاب شون نشرح احنا هذا مثلث قائم الزاوية هذا اللي قدامكم مثلث قائم الزاوية هذا المجاور مالته وهذا المقابل مالته الزاوية وهذا وتر قاعدة ثابتة الوتر ما يتولد إذا مو مجاور ومقابل هاي سهلة يعني ماكو شي اسمه وتر إذا مو مجاور وشنو ومقابل حلو فZ هي المعاكسة المشتركة بين المقاومة والرادة المحصلة معاكسة مشتركة وهي المقاومة والرادة المحصلة كذلك نقدر نعرفها منها إحنا مو عندنا Z تربيع يساوى R تربيع زاد X تربيع إذا هي معاكسة مشتركة بين المقاومة والرادة المحصلة هذا هو تعريفه تركزون عليما المقصود بالممانعة الكلية Z هي المعاكسة المشتركة للمقاومة والرادة المحصلة ماشي هاي صفحة 12 لمراجعة صفحة 12 كلش مهم بس اللي أنا كاتبني ثلاث مرات هو وجاي هو وجاي أكثر تمام وزاري وهو من أسمة الفصل علامة يعتبد مقدار الممانعة الكلية لدائرة تيار متناوب متوالية الربط تحتوي مقاومة صرف ومحث صرف ومتسع ذات سعة صرف السؤال هذا وين مكانه طلابنا نحن من يجي على Z تربيع تساوي R تربيع زائد XL ناقص XC الكل تربيع إذا أجي أرتب هذا القانون Z تربيع تساوي R تربيع زائد الرد الحثية شنو مفكوك هي 2xFL ناقص 1 على 2xF.C الكل تربيع إذا أجي أركز على Z ألقاها تعتمد عليه مقدار المقاومة مقدار التردد معامل الحث سعة المتسعة التردد ما كرر رامرتيا تمام إذن أربعة عوامل يلا كلش مهم دائما يجي أقول لها يعتمد منه مقدار الممانعة شوفوا يعتمد مقدار الممانعة على مقدار المقاومة مقدار معامل الحث ذاتي سعة المتسعة مقدار تردد مصدر الفولتية مصدر الفولتية متناوب أي مقدار التردد ما لهذا المصدر زين حسب العلاقة الآتي Z تربيع تساوار تربيع زائد هنا 2xFL ناقص 1 على 2xf.c زين سؤال مهم من أسئلة الفصل هذا نصا جاي وزاري مرتيا دائرة التيار متناوب تحتوي مقاومة صرف ومحث صرف ومتسع ذات سعة صرف بها كل العناصر على التوالي ربطت مجموعتهم إلى مصدر للفولتية المتناوبة وضع كيف يتغير مقدار كل من المقاومة والرادة الحثية والرادة السعوية إذا ضاعفنا التردد الزاوية ما للمصدر هذا السؤال نروح نشرحه يقول لك دائرة التيار متناوب تحتوي مقاومة صرف محث صرف متسع صرف تربالكم عليها هذا السؤال من أسئلة الفصل ومصدر للفولتية المتناوبة تردده الزاوية 100 عندك مقاومة ورادة حثية ورادة سعوية يقول وضح كيف تتغير المقاومة أو كيف تتأثر إذا تم مضاعفة التردد الزاوي طلاب المقاومة ما لها علاقة بالتردد ولا أهل علاقة بي ولا عندها قانون يربطها بي إذن أولا لا تتغير المقاومة مقدار المقاومة لا يتغير يبقى ثابتا لا يتأثر بالتردد أما الرادة الحثية الرادة الحثية قانونها أوميغيل فإذا تم مضاعفة التردد الزاوي إلى الضعف إلى الضعف ما كان عليه تتضاعف الرادة الحثية إلى الضعف ما كانت عليه وحسوموا الاشتقاق مهم ومرحب راح اقارن الراد الحثية الجديدة بالراد الحثية القديمة شلون اقارنها يسموها مقارنة تعلموها في دولة من خلال كتابة قوانين كل وحدة الراد الحثية الثانية الجديدة يعني تساوي اوميجا 2L اما هاي اوميجا 1L ال L ما كتبت عليه لو 1 ولا 2 لانه ما تغير ما حاجها يبطاريه اذا الراد الحثية الثانية على الراد الحثية الاولى هاي مقارنة يسموها يروح معاملات الحث يبقى التردد الزاوي الثاني على التردد الزاوي الاول ماشي الراد الحثية الجديدة مقارنة بالراد الحثية الاصلية القديمة التردد الزاوي الجديد هو ضعف القديم على القديم يختصر يبقى أن الرادة الحثية الثانية مقارنة بالأولى تساوي اثنين وسطين في طرفين الرادة الحثية الثانية تساوي اثنين من الرادة الحثية الأولى إذن الرادة الحثية الجديدة أصبحت ضعف القديمة ضعف ما كانت علي شوفوا الحل هنا طلاب كل شو أضع هم سويكم إياه قالي لكم بشكل عام الرادة الحثية تساوي أوميجا إياه هاي بشكل عام الرادة الحثية الأولى تساوي أوميجا وان في إياه الرادة الحثية الثانية يعني الجديدة تساوي أوميجا تو في إياه المعطى في السؤال التردد الزاوية الثانية يعني الجديد ضعف القديم علما أن إياه ثابت قارنت الرادة الحثية الثانية بالأولى حطيت قوانينهم حذفت الإياه راح إذن الرادة الحثية الثانية مقارنة بالأولى تساوي أوميجا 2 على أوميجا 1 لأن راح المعامل حيث تم اختصاره لأنه ثابت نعوض عن الأوميجا 2 بـ 2 أوميجا 1 ضعف الترجد الزاول لأنه قال بمضاعفة الترجد الزاول نحصل على أن الرادة الحثية الجديدة مقارنة بالقديمة تساوي 2 إذن الرادة الحثية الجديدة تساوي ضعف الرادة الحثية القديمة هاي ليه شيء يا طلال؟ هاي الاختصار الشديد ما نهوين من حيث الشرع الرادة الحثية تتناسب طردين مع التردد الزاوي فهم ضاعفوا التردد الزاوي بالمسألة فأكيد تتوقع مضاعفة منه تتضاعف الرادة الحثية بثبوت معامل الحث وفعلا تضاعفت أما الرادة السعوية شنو علاقتها بالتردد الزاوي أنتوا لاحظوا المقاومة ما لها علاقة ما تغيرت أما الرادة الحثية تضاعفت بتضاعف التردد أما الرادة السعوية علاقتها عكسية ويالتردد الزاوي ماشي زين فإذا تضاعف التردد الزاوي إلى الضعف ضعف ما كان عليه تقل الرادة السعوية إلى نصف ما كانت عليه شون يعني الرادة السعوية الأصلية خلن نعتبرها يعني هيك الحل يكون تساوي واحد على أوميغا وانسي الرادة السعوية الجديدة تساوي واحد على أوميغا توسي أوميغا تو هو ضعف أوميغا وان هذا من خلال السؤال يعني تردد الزاوي الجديد ضعف القديم سعة المتسعة محجة طارية إذن هي ثابتة حلو نجي هسا نقارن الرادة السعوية الثانية بالرادة السعوية الأولى يساوي واحد على أوميغا توسي واحد على أوميغا وانسي تابه زيان شوفوا الكسر الأصلي هذي أوميغا توسي تنزل جوه أوميغا توسي تنزل جوه أوميغا وانسي تصعد فوق هذا هو الترتيب الجديد تمام تحذف السي مع السي اللي يبقى هو شنو الرادة السعوية الثانية مقارنة بالأولى تساوي أوميغا وان على أوميغا تو يلا الرادة السعوية الثانية مقارنة بالأولى ليش نقلبه تيشي لأنه التناسبة عكسية تمام التناسب الرادة السعوية مع ترددها عكسي هايا مع صاحبها عكسي زيان فلازم يصير الترتيب بهذه الصورة نعوض أوميغا وان ما بيهاش كال أما تو هي ضعف وان تختصر الرادة السعوية الثانية مقارنة بالرادة السعوية الأولى تساوي واحد على اثنين إذن ستطيعون في طرفه اثنين اكس اثنين اكس سي 2 تساوي اكس سي 1 اذن الرادة السعوية الثانية تساوي الرادة السعوية الأولى على اثنين إذا هذا معناه أن الرادة السعوية الثانية تساوي نصف الرادة السعوية الأولى هذا معناه أن الرادة السعوية الثانية بجديد قلت إلى نصف ما كانت عليه وهذا مرتب عندكم هنا أنا لا ستدحشي بسرعة حتى لحق المشي المادة بهذه المحاضرة قلنا النقطة الثالثة هو سأل على الكل أقول لي قل مقدار رادة السعى إلى نصف ما كان عليه لما نضاعف التردد الزاوي إلى 2 أومي المفروض هنا 2 أومي هاي بها تعديل طبعا هذه المزلة مسحبتها بعد أن ما معدلها بها تعديلات يعني أعدلها وبعدين ننزلكم إياها عند مضاعفة التردد الزاوي إلى شنو إلى 2 أومي طبعا هذه التعديلات فتصعبة يعني علي بس استاهلون أنتم يعني ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربعة أنا بس أدق جيد لي أشي تقول للرادة السعوية إلى نصف ما كانت عليه لما نضاعف وذلك لأن الرادة السعوية طبعا هذا يش اسمه؟ هاي النتيجة النهائية لازم نحن نوصل ليش مرحلة هاي النتيجة النهائية الشرحياته بشكل عام الرادة السعوية تساوى 1 على أوميقا سي إذن الرادة السعوية الأولى تساوى 1 على أوميقا 1 سي الرادة السعوية الثانية تساوى 1 على أوميقا 2 سي المعطى في السؤال هو الراد تردد الزاو وضعف ما كان عليه سعى ثابتة تمت المقارنة مثل ما شفتو فهذا هو ناتج النهاي زيان ما المقصود بكل من القدرة الحقيقية والقدرة الظاهرية؟ طلاب احنا أثناء شرح المسائل والقوانين كنت شرحتنا القدرة الحقيقية هي القدرة المستهلكة على طرفي المقاومة وحدات هواط رمزها بريال رمزها بريال القدرة الظاهرية بيأبير هي القدرة الكلية المجهزة للدائرة يعني تطلع من المصدر تقاس بوحدات فولت في أمبير يعني فولت في أمبير ماشي حجب الـ 2016 ما الكمية الفيزيائية التي تقاس بالوحدات الآتية فولت في أمبير أقول القدرة الظاهرية طلع أبطر الوزاري من إذي يجوون أسئلة دقيقة جدا يعني يريد يختبرون بها الطالب ويريد يعصره انتوا احتمال هاي سنة يعصركم عصر يعني انتبه زيان إحنا وياكم وياكم ما نخلي حرف يفوتكم إن شاء الله فنركز على كل شيء ملاحظة تسبق سؤال طبعا المحث لمن يكون صرف لا يستهلك قدرة كذلك المتسع لمن تكون صرف لا تستهلك قدرة وإنما فقط المقاومة هي التي تستهلك قدرة ماشي سؤال من أسئلة الفصل وجاءها بال2018 در الثالث من أسئلة الفصل وجاءها بال2018 در الثالث دائرة التيار متناوب متوالية تنربط بها محث صرف ومتسعة صرف ومقاومة الصرف لعناصر 3 جميع القدرة التي سنتروح لهذه الدائرة تتبدد خلال منه المقاومة اختياراتية تتبدد خلال المقاومة لو خلال المتسع ولو خلال عناصر كلهم لا قلنا المتسعة صرف لا تستهلك المحث الصرف لا يستهلك لأنه قال كلهم صرف إذن تتبدد خلال المقاومة بس تختار وتعيش اللحظة تمام؟ أعدكم حصتكم بالاختيارات 15 درجة طلاب هاي تجي مساعدة دائما ثابتة قاعدة ثابتة بالأسلة صبح 13 ما المقصود بعمل القدرة عامل القدرة اللي هو Power Factor من أسلة الفصل وجيبه 2017 مهم جدا هو نسبة القدرة الحقيقية إلى القدرة الظاهرية ذكروا الزغيرة عالشبيرة لأن القدرة الحقيقية هي جزء من الظاهرية إذن هو نسبة القدرة الحقيقية إلى القدرة الظاهرية وهو مجرد من الوحدات Power Factor يساوي P-Rial على P-Appear لأنه هسا واحد يقول سيد ليش مجرد؟ طلاب هي القدرات كلها نفس الوحدات واط واط بس نحن للتمييز خلوا هما بالكتاب هاي فولت في أمبير بس هما عصولهم هاي واط وهاي واط بس بالمسائل في دول وللتمييز نكتب عليه وحدات الأبير قدرة الظاهرية نكتب عليها فولت في أمبير ماشي السؤال من أسئلة الفصل وكلش مهم جاي 2016 وال2018 يقول علامة يعتمد مقدار عامل القدرة Power Factor هذا علي من يعتمد على التعريف طلاب على نسبة القدرة الحقيقية إلى الظاهرية حسب العلاقة هو احتمالات أو يعتمد على قياس زاوية فرق الطول لأنه من قوانينه Power Factor يساوي كوساين فهي رح نثبتها رياضيا هسه هسه وصلنا له أو يعتمد على R و Z حسب العلاقة هاي مو Power Factor مو من قوانينه R على Z اللي يمتابعينه يا بالمسائل تلاحظون الأسئلة ثلاثة أرباحة هي من القوانين فصل الثالثة الشرحيات تطلع من قوانينه زيان ما العلاقة بين القدرة الحقيقية والقدرة الظاهرية يجب 2016 بس أنا ما كاتبه ما عرف ما كاتبه بالطباعة جي مرة وحده هذا السؤال شو العلاقة بين القدرة الحقيقية والقدرة الظاهرية في دوائر التيار المتناوبة التي تحتوي على مقاومة صرف ومحث صرف ومتسع صرف كان الجواب النموذجي أن القدرة الحقيقية تساوي القدرة الظاهرية كوساين فاي زيان لين هاي المعادلة هسه بالاشتقاق رح تبيني لكم أنوح عليها ماشي أو شو العلاقة بين القدرة الحقيقية والظاهرية تقول لهم حسب هاي المعادلة اللي يربطهم هذا القانون هي تشيردون منعتكم دربالكم علي جاي مرة وحدة وممكن يتكرر وهاي المرة اللي يجا بها قديمة بال 2016 زيان في دائرة التيار متناوبة اثبت أن عامل قدرة باور فكتر فعلا يساوي كوساين فاي تبوي أمي أغلبكم هذا مضابطي وما حد نوهي لكم علي هذا موجود الكتاب مشروع لكن بعد مجال وزاري فأنا مركز عليها كلش طلاب حتى أثبت أنه باور فكتر فعلا يعتمد على قياس زاوية فرق الطور من خلال هاي المعادلة راح أبدي أشتقع اسمعوا جداحتي البداية تكون من القدرة الحقيقية البداية تكون من القدرة الحقيقية أو القانون به الفولتية عبر المقاومة في التيار عبر المقاومة لأن هي القدرة الحقيقية تستلك في المقاومة ثاني خطوة وين الروح؟ على مخطط الفولتيات فولتية المحث فولتية السعة أي خواص تختاروها ميهم احنا من علاقة بالخواص فولتية المقاومة فولتية الرادل المحصلة أنقلها هنا أنتم ما أطلب من عدكم ترسمونه هاي بس تستنتجون أو إذا حفظين معادلة أوكي بس أنا إذا فهمكم مجد أسأوي هس هاي مو في توتل وهاي كوساين الفاي العفو هي زالت فرق الطور مزيد إذا أريد كوساين الفاي يلا طلاب قانون الكوساين هو المجاور على الوتر من المجاور في آر كل المجاورات هي للمقاومة تابعة أما المقابل العفو مجاور على الوتر الوتر هو في توتل أوكي إذن هاي المعادلة إذا حافظيها رأسا نشتقو في آر تساوي في توتل وساين فاي نجي هس في ريال يعني أنتم تشتقون على صفحة كتبون فارزة هنا تتبون ذني العلاقتي تجون تبدلون الفي آر بيش نبدلها الفي آر نبدلها في توتل وساين فاي في تيار المقاومة عشاني ثاني خطوة ثالث خطوة تكتبون هناك هاليشة بما أن الدائرة متوالية الربط فإن العل نفسه 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 تجون تبدلوه إذن البي ريال تساوي في توتل آي توتل جبتها يعني رأسا نعمها وخليت الكوساين فاي بعيدة في توتل آي توتل هي بي أبي قدرة ظاهرية الحقيقية هذول منه؟ هذول قدرة ظاهرية ترى الفي توتل آي توتل قدرة ظاهرية اللي ما متابع المسائل ما رح يفهم نزيل في كوساين فاي شوفوا احنا بعدنا ما كمنا بس كان هناك سؤال شي يقول قلت لكم بس أرجع له صفحة هذي هذي يقول ما العلاقة بين القدرة الحقيقية والقدرة الظاهرية هسا أنا توصلت له العلاقة بين القدرة الحقيقية والظاهرية هي هاي مع وجود الكوساين فاي بيناتهم زي نكمل شين سوي هسا قسم طرفين المعادل على بي أبي هيصير بي ريال على بي أبي تروح بي أبي منها يبقى بس كوساين فاي نسبة الحقيقية إلى الظاهرية هذا باور فكتر ماشي إذن شي ساوي باور فكتر يساوي كوساين فاي وضحات إذن طلاب نهياته نشيكه وياكم شلون تبدي الجاوب نموذجي تقول لجواب من القدرة الحقيقية بي ريال لدينا بي ريال تساوي في آر آي آر ومن مخطط الفولتيات لدينا كوساين الفاي يساوي في آر على في توتل ومنه فأن في آر يساوي في توتل كوساين فاي صح؟ صحيح طبعا فيكون البي ريال لفوق حتصير بعد ما نشيل في آر شنخلي مكانها في توتل كوساين فاي ونرجع إلى آي آر وبما أن التيار في دائرة التيار متناوب تحتوي آر أيل سي على التوالي يكون متساويا في جميع أجزاءها يعني الآي آر الموجود هنا هو آي 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 سي آي توتل فتصبح المعادلة أعلى هاي بالشكل هذا في توتل كوساين فاي آي توتل يجي الترتيب منها في توتل إش سحبت يمها؟ آي توتل كوساين فاي بي ريال تساوي بي أبير على اعتبار دولي قدرة ظاهرية كوساين فاي ومن ثم فعنا بي ريال على بي أبير تساوي كوساين فاي وهاي هي باور فكتر يساوي كوساين فاي اشتقاق كامل ومضبط ومعدل تمام؟ مرشح إن شاء الله ملاحظة مهمة جدا هاي الملاحظة جيب من عندها أربعة سئلة يقل شيء إن عامل القدرة باور فكتر مقداره مقداره في دوارة التيار المتناوب يتغير بتغير زاوية فرق الطور زاوية فرق الطور تتغير أيضا بالمقاومة الصرف هي صفر بالمحث الصرف هي تسعين بالمتسعة الصرف هي تسعين بالدائرة المتوالية الربط الثلاثية العناصر هي لا صفر ولا تسعين محصورة بينه وبينه فهو هم رح يكون محصور بينه وبينه إذن عندنا هنا أربعة سئلة شوفوا فإذا كان الحمل مقاومة صرف فقط فإنه زاوية فرق الطور في هاي الدائرة أم المقاومة الصرف صفر فيكون عامل القدرة يساوي واحد شلون تعالوا منها من اليسراء باور فكتور ميزا وكوساين فاي إيه في دائرة المقاومة الصرف كوساين فاي هي صفر العفو الفاي هي صفر فباور فكتور يساوي كوساين الصفر ومن ثم فإنه باور فكتور يساوي سؤال وزاري مرتين ما مقدار عامل قدرة في دائرة التيار متناوب الحمل فيها مقاومة صرف بس هسر حجيبين واحدة للأسئلة اثنيا تجون منا فإذا كان الحمل محص صرف فقط فإنه زاوية فرق الطور في هذه الدائرة 90 درجة فعلا أذكركم لما كان الحمل بس محص صرف فإن الفولتية عبر المحص تتقدم على التيار عبر المحص بزاوية فرق طور 90 درجة أي أن فاي 90 كانت فيكون عامل القدرة يساوي صفر تعالوا منه باور فكتور يساوي كوساين 90 كوساين 90 صفر إذا باور فكتور يساوي صفر كلام دقيق جدا ومتعوب علي أبوية في دول وجوهكم يعني ركزونا أما إذا كان الحمل متسع صرف فقط فإنه زاوية هم 90 أيضا فيكون باور فكتور باختصار هم واحد العفو هنا صفر أسف هنا باور فكتور شي يكون هم ينصفر مثل المحاث ها أربعة إذا كان الحمل مقاومة صرف ومحاث صرف ومتسع صرف وكانت الدائرة متوالية الربط يعني مربطين على التوالي فإن زاوية فرق الطور راح تكون أكبر من صفر ولكن أقل من 90 أذكركم كانت تطلع 37 53 37 53 إذن أكبر من صفر وأقل من 90 فيكون عامل القدرة في هاي الدائرة لا صفر ولا واحد أكبر من صفر وأقل من واحد أكبر من صفر وأقل من واحد يفهموا إياها زيان لأنه إذا تلاحظون عامل القدرة كان يتناوب فد ولا حد يخلط هناك فقرتين زاوية وعامل قدرة الزاوية حدودها من صفر للتسعين عامل قدرة حدودها من صفر للواحد تمام؟ يلا أبطالي نجي هسا على هالملاحظات أكوس إله ما مقدار عامل القدرة في دائرة التيار متناوب إذا كان نحمل فيها يتألف من محث صرف فقط إذا محث صرف عامل القدرة جد مقدارك صفر ليه صفر استاذ مزاوية تسعين وشنو يعني وذا تسعين استاذ إيش بيك مو كوساني تسعين صفر ها أنا آسف إذن عامل القدرة يساوي صفر وذلك حسب العلاقة باور فكتور ساوي كوسان فاي هاي فاي مفروض هنا أجنو فاي ويساوي كوساني تسعين ويساوي صفر إذن باور فكتور يساوي صفر في هذه الحاجة زي 14 راحت شوفوا لما تنضغط المادة بالمراجعة عشان صوح حلوة وسهلة وان شاء الله كل الشرح راح يكون هيتش يعني أنا هاشرع لكم من المادة لكلها إن شاء الله المراجعة المركزة مالتها نزيل تبهوا من يقول لك على ما يعتمد عامل القدرة واحد ومن يقول لك ما مقدار عامل القدرة واحد يعني إحنا من جينا عرفنا ما المقصود بي عامل قدرة بصفحة 13 من جينا عرفناه تعريف بعدين قلنا على ما يعتمد اعتماده علي من يكون يكون لو حسب تعريفه لو حسب زاويته اعتماده يتغير يعني لو حسب آر على زت فانتوا لا حد يخلط بين كلمة على ما يعتمد وما مقدار هو ديس المقدار جيد حاليا إذن هسان بصفحة 14 ما مقدار عامل القدرة في دائرة التيار متناوب وانطيني السبب هذا من أسلت الفصل وجاء بالفنة 18 قال لي ما مقدار عامل قدرة قد تلطيني الدائرة شبيها وانا قل لك قال لي ها إذا كان الحمل فيها يتألف من واحد متسع صر متسع صر فعمل قدرة مقدارة صفر ليش لأن الزاوية بحالة المتسحة هي تسعين شني يعني لا مكوسة لتسعين راح يكون صفر ها حلو إذن عامل قدرة يساوي صفر في حالة المتسع الصر وذلك لأن أزاوز فرق الطور بين متجه الطور للفولتية ومتجه الطور للتيار تسعين بذاك الوقت فتجي من إلي إسراب باور فكتر يساوي كوساين فاي باور فكتر يساوي كوساين تسعين باور فكتر يساوي صفر تبهوا على هاي النقطة الثانية كلش مهمة ما مقدار عامل قدرة إذا كان الحمل ملف ومتسعة هسا شعوركم أنتوا عنصرين لا أتلاثة والملف بمقاومة ومحاث وهي متسعة إذن هاي الدائرة ثلاثية الدائرة بس تعبور الاثنين زاوية فرق الطور ما لتها لا تسعين ولا صفر تمام تكون بين الهيتشي كله تمام زيان أقول له في هذه الحالة طلاب عفية مهم جدا من أسئلة الفصل ووزاري أقول له عامل قدرة راح يكون أكبر من صفر أكبر من صفر لأنه وش وقت يصير صفر بالمحث الصرف واحدة والمتسعة الصرف واحدة بس هنا ما مو باحدهم وأقل من واحد ليش وش وقت يكون واحد بس بالمقاومة الصرف ها إذن أكبر من صفر وأقل من واحد زيان ليش وذلك بسبب وجود ممانعة كلية لأنه ظهرت 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 بالعناصر الثلاثة جزهرت ممانعة كلية في الدائرة شنو تعريفها هي المعاكسة المشتركة بين المقاومة والرادة المحصلة وبس هيتش لا وكذلك لأن زاوية فرق الطور أكبر من صفر أي مو يزاوية فرق الطور شو قد صفر الزاوية داعتي بالمقاومة وأقل من تسعين تمام؟ فيكون باور فاكتور قروها عدل إذا دا تقرون هيج باور فاكتور أكبر من صفر أقل من تسعين تمام؟ جواب نموذجي ودقيق جدا ومركز عليه كل شاني لأنه أكثر واحد يصير به أخطاء زيان لعد علامة يعتمد ممقدار الممانعة الكلية اللي هي زيت طلاب أنمارد أكتب هنا زيت في دائرة التيار متناوبة بس طالب يقول أستاذ إحنا مقرنا أول ما بلشنا أي صحيح لنتظر من عندي والدائرة في حالة رنين طلاب الدائرة ما تكون في حالة رنين هسرح نشرح نحن هنا تكون زيت تساوي آر فهنا زيت رح تتقلص بدلا ما يكونون أربع عوامل حيكونون عامل واحد إذن هتعتمد زيت فقط على آر زيان وعامل القدرة ركزوا هنا أنا متقصد أجيب دين السؤالين هنا زيان ما مقدار عامل قدرة في دائرة التيار متناوبة متوالية تحتوى آر أيل سي كلهم يابا مقنى لك هذول آر أيل سي دصبر والدائرة في حالة رنين طلاب من يتكون الدائرة في حالة رنين عامل قدرة يساوي واحد إذن عامل قدرة يساوي واحد حتى لو ثلاثة عناصر ما دام رنين حيث حد الآن ماكو سؤال مو مهن مستحيل أخلي بالمراجعة سؤال مو مهن الرنين في دوائر التيار متناوبة ملاحظة من هو الرنين؟ يابا دائرة الرنين أنا متعريف هاي من عندي ملاحظة حتى تذكير للطالب أقول لي عزيزي تذكر من الرنين؟ يحيقول لي لا أقول لي هاي دائرة التيار متناوبة متوالية الربط الرنين؟ من تسمع رنيني يعني دائرة ثلاثية العناصر توالي شوفوا دائرة الرنين هي دائرة التيار متناوبة متوالية الربط وثلاثية العناصر وبخواص ومميزات خاصة يابا ما تجيبين؟ شكو ضامهم علينا؟ 17 و 18 جاه ومن أسئلة الفصل ما مميزات دائرة الرنين التوالي الكهربائية التي تحتوي مقاومة صرف ومحاث صرف ومتسع صرف ومذبذب كهربائي شرحتنا طبعا بالتفصيل بوقت المسائل بس رح أعيد ناس تردد الدائرة يساوي التردد الرنيني F يساوي F R إذا تريدون أشرحها هنا شنو يعني؟ هي وين ها الدائرة الرنين؟ يابا هي دائرة الرنين مفت شي مختلف هي الله وكلكم هي دائرة تيار متناوب بها مقاومة صرف ومحاث صرف ومتسع ذات سعة صرف هيا به وبيها مصدر للتيار المتناوب يمكن تغيير تردده يسمى بالمذبذب أوكي زين L L L C L ي MUSIC عندهم تردد خاص اسم التردد الطبيعي مالتهم قانونة يحتويهم شوفوا JEFF او باي جذر لصل فمن اللي الأرض هذه الدائرة صار في حالة رنين لازم تردد الدائرة او تردد المصدر تicioر هيتش تردد الدائرة او تردد المصدر يساوي تردد الرنين صارت في حالة رنين او دولة العناصر يخبروا بدلالة هذا التردد يخبروا بدلالة هذا التردد هذا قانونة واحد اسمه التردد الزاوي الرنيني هذا اشقلك لعدانهم عندي تردد زاوي وحداني اذا هاي الدائرة تصير في حالة رنين ومميزاتها ان يكون F في المصدر مساوي ل F الرنيني مع العناصر او اوميغي مصدر يساوي اوميغي مع العناصر الرنيني وصيت لو ما وصيت طياب يلا بسم الله تردد الدائرة يعني تردد المصدر يساوي تردد الرنيني يعني F يساوي F R او اوميغا يساوي اوميغا R اثنيا رادة الحث تساوي رادة السعة وهذا يجعل الرادة المحصلة تساوي صفر لان الرادة المحصلة هي الفرق بين الرادة الحثية والرادة السعوية اللي يفهموني زين لان الرادة المحصلة هي X A ناقص X C ففرقهم يساوي صفر لانهم مساوي ثلاثة V L يساوي VC وهذا يجعل الرادة المحصلة تساوي صفر لانه V X تساوي V L ناقص VC وكذلك خطية فيتوتر راح اصير V R لانه الفيتوتر رادة تذكرون من فيثاغورس مالتها كانت تساوي V R تربيع زائد V R ناقص VC هذول حصل طرحهم صفر لانهم الساوي فهاي تساوي هاي بعد الجاذر يالله اغاتي زين ممانعة الدائرة باقل مقدار رحمة لوالديكم هاي اللغة مهمة من تسمع كان لك شكوا خاصية مكتوبة كتابة ورموزا مثل انا احركز هاي وحدة من عندهم كانت ممانعة الدائرة باقل مقدار هاي لغة تلقوها بالمسائل تفيدكم شنو باقل مقدار موزايت كانت تعتمد على اربع عوامل R و F و L و C بس هسا خطية معتمدة بس على R لانه دولا كتلاشو تيار الدائرة باعظم مقدار مهم جدا زاوية فرق الطاور صفر عامل قدرة واحد هاي هم من المهمات تيار الدائرة باعظم مقدار من اللغات اللي ممكن تجيكم بالمسألة منت المسألة ما تعرفها رانين هي مسألة هوالي طبيعية عامل قدرة Power Factor يساوي او مساويا للواحد الصحيح يعني اذا شوف دائرة بها ثلاثة عناصر وكان عامل قدرة بها يساوي واحد اذا هاي رانين مية بالمية قدرة الحقيقية تساوي القدرة الظاهرية هاي المسألة الاخيرة عندنا بأسلت الفصل مساء للفصل كانت هاي لغتها فعرفناها رانين للدائرة خواص مقاومة اومية صرف طبعا لا هي ردة حثية لا خواص حثية ولا خواص سعوية لما الساويات فتكون الخواص مقاومة اومية القدرة المتوسطة المنتقلة الى الدائرة بعظم مقتر بالوزارة طلاب يردون معتكم لو خمسة لو ستة ما يجبون كل حل فانتو ضبطوهم كل حتى تخلي البالك ولي عجبك تتونس بيه سؤال اجاب 2018 دور ثاني هو موجود بالشرحيات فتشن مرشحي العام فاجه ما الاهمية العملية لدوائر التيار المتناوب المتوالية الربط يعني من واحد درس التوالي وهي شنو الفايدة من عندي والله هي الفايدة من عندي بصراحة يعني دائرة التيار المتناوب المتوالية الربط الفائدة معدها كانت تدون تحديدا بالرنين وحنا مش ان الدائرة التوالي نفسه وخليناها رنين يعني صارت رنين سويناها رنين او الرنين جبناه من التوالي إذن أن أهميتها أن أهميتها أكوناك المطلوب الأفندي لدي طبع لي ناسية أن أهميتها تكمن 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 يعني تختزن وتتركز بالطريقة التي تتجاوب بها هذه الدوائر مع مصادر ذوات تردات مختلفة والتي تجعل القدرة المتوسطة بأكبر مقدار أفهمكم هذه الدائرة الرنينية أو هذه دائرة التيار المتناوب المتوالية للربط إذا جيت أني هندست ورد هذا مو أيلو هذا وحسبت الأف آر مالتهم طلع مثلا الخمسين هيرتز مثلا وأكو إشارات راديوية أريد أستلمها مثلا أريد أستلم قناة شون أستلم هاي القناة لازم أهندس وغير هذا التردد بحيث يناسب تردد الإشارة اللي أريد أستلمها يعني هسا أني قناوات فضائية كل واحدة ترددها هل قد داقي اليوماني محتاجين أن نفتح قناة معينة وخذنا ترددها من الجيران قالوا ترددها 60 هيرتز مثلا جينا على ستلايت ستلايت بداخل دائرة التيار متناوب متوالية الربط ظلنا ندوس بالريموت إحنا بصراحة الله بدنا نشنا نغير بسعة المتسعة تمام أو مثلا الراديو ما للسيارة أنت بس تفر كل شوية طلعت لك قناة هاي شنو معناها معناها أكو آلاف الإشارات والترددات المختلفة آلاف وأنه دائرتك اللي دا تستقبل هي دائرة التيار متناوب متوالية الربط والله وأنه أنت دا تفر بالسيارة بالراديو موها ممارسوت اللو خمال بحث مو البحث لو دوسوها لو هاي العتلة فهاي العتلة معناها أنت دا تفر ودتغير بسعة المتسعة فمن تتغير بسعة المتسعة يتغير التردد هذا مير القافل على الخمسين فمن يتغير يستلم الإشارة المطلوبة إذن أهمية هاي الدائرة تختزن بطريقتها الحلوة اللي هي شلون هي تتجاوب مع مصادر ذوات ترددات مختلفة إن أهمية هاي الدائرة تكمن في الطريقة هيا بي في الطريقة التي تتجاوب فيها مثل هذه الدوائر مع مصادر ذوات ترددات مختلفة واللي تخلي الدائرة قدرتها أعظم ما يمكن مشارك تكتبون هذا المقطع أخير إذن إن أهميتها تكمن في الطريقة اللي تتجاوب بيها هاي بي هذه الدوائر مع مصادر ذوات ترددات مختلفة يعني لذاعات والتي تجعل القدرة المتوسطة بأكبر مقدار زين دائرة متناوب متوالية تردت بحش كم مرة جاي تلتطاعش وتساطعش تقويم هنا كفة فقرة محات صرف متسعة صرف ومقاوم صرف عندما تكون الممانعة الكلي للدائرة بأصغر مقدار وتيار الدائرة بأكبر مقدار لك ذن نحن ونسامعين ذن نسوال فإن مقدار عام القدرة بيها شقيد أكبر من واحد أقل من واحد صفور لا أستاذ شبيك غير واحد لأنه أنت من تقول دائرة التيار متناوب متوالية الربط وبيها ثلاث عناصر يعني متوالية وبيها ثلاث عناصر شباقي لها وكانت الممانعة أقل والتيار عظم هيرانين وبرانين عامل قدرة شقيد واحد إذن في 2013 تختار يجي اختيار في 2019 دور ثالث هم يقولون النتيجة وانت تكتب صح وخطأ وورد 2019 دور ثالث صح وخطأ تمام لو موش تمام تمام إن شاء الله زين تكتب صح وخطأ هذه تكتب صح وخطأ ملاحظات هيا التكملة رح خليها على المحاضرة القادمة لأنه صار وقت صلاة تحياتنا لكم وخطأ